بالضبط احنا نعرف ان الاعلاميين الرياضيين انهم يجتهدوا خاصة في مجالات ربما ما يشمي اختصاصهم وهذا شيء جيد وخاصة كذلك يطلبوا دائما الاستشارة والخبرة وهذا شيء يحسب للاخ رافق واحد وانا نشكروا لي انه دائما ما يحبش يدخل روحو في الامور خاصة اللي ربما تجاوزوا وربما يغالط الجماهر الرياضية واليوم احنا ان شاء الله كاكاديميين وكاستاذ في المدرسة العليا للرياضة وفي نفس الوقت راني في الميدان كمدرب ربما نعطي بعض التوضيحات وعلى الكلام اللي تفضل بها رافق في الحصة الماضية نقول باللي كان موفق الى ابعد نقطة على مدة تأقلم الحرارية هل حقيقة تلت ايام ارأب عيام هي كافية باش الجسم الرياضي ما نتكلموش على الجسم الشخص العادي نحن نتكلموه على الرياضيين راح يدخلوا منافسة ومباراة سد في اجواء مناخية صعبة ونظننا في على صفحتي الخاصة انني انشرت منذ اسبوع التوقعات المناخية لشهر مارس واخر شهر مارس بدوالا ومالابو وكذلك بياوندي اذا كانت تلت احتمالات قبل ترسيم قبل ما ترسيم قبل ما نرسمه وانا وانا اعطيت في الاستنتاج تالي قلت نتمنى ان المباراة تلعب في ياوندي لان الاجواء تاعه يكون الجو لطيف خاصة بتوقيت المباراة اللي كنا نعرفوه الرغم ان الاجواء اللي في دولات تشبه نوعا ما الاجواء في مارابو اذا كما نسميوه احنا يقول الجو في اليوم 25 26 احنا نقوله بالعامية يكون مغموم يكون ثقيل جو ثقيل وهذاك الجو الثقيل نوعا ما تكون درجة الحرارة تقريب 30 الى 32 ودرجة الرطوبة نسبة الرطوبة تصل الى 80% لكن راح تتلاشى وتنقص في الشوطة الثاني لكن شوف نظن الاتحاد الكاميروني كان ذكي ذكي جدا في اختياره اليوم والتوقيت كذلك اذا يوم 25 نفس الشيء راح يكون جو ثقيل تقص ثقيل والمباراة تكون على الساعة الخامسة اذا توقيت الجزائر ساعة الساديسة وفي ملعب دولة ودولة هي درجة حرارتها تكون في تلك التوقيت ما بين 32 و34 درجة اذا هي كلها توقعات ممكن الجماهر الرياضية تدخل على المواقع المختصة في المناخ وممكن تعرف الاجواء خاصة تدي فكرة تدي فكرة